اشتركوا في القناة لم تذكر في الحكاية شخصية لم تذكر في الحكاية يعني غير موجودة في الحكاية لدينا هنا الهواء الحمامة الطفلة الخروف النساج الناس الخياطة الحارس البلابل الحساسين إذن الشخصي الغير مذكور في النص هي الحارس إذن نلون هذه الخانة فهي شخصية لم تذكر في الحكاية تمرين الثاني أصل بين كل شخصية والعمل الذي قامت به لدينا الشخصية أو شخص الأولى الهواء ثم الحمامة الخروف النساج والناس إذن الأعمال هي أسسوا جمعية رعاية اليتيم أخبر الحمامة الحمامة بخبر محزن أشعلت النار في الموقد حاك ثوبا ناعما لصمر أعطى بعض الصوف للحمامة إذن شخصي الأولى هي الهواء إذن ما هو العمل الذي قام به الهواء إذن الجواب هو الهواء أخبر الحمامة بخبر محزن إذن هنا نسطر ما بين شخصية الهواء والعمل الذي قام به الحمامة ما هو العمل الذي قامت به الحمامة إذن الحمامة أشعلت النار في الموقد نصل بخط الخروف الخروف أعطى بعض الصوف للحمامة إذن نصل هنا بالعمل النساج النساج حاكا أو النساج نعم حاكا ثوبا ناعما لصمر في الأخير الناس الناس قاموا بتأسيسي أو أسسوا جمعية رعاية اليتيم وهنا تلخيص شامل للحكاية أخبر الهواء الحمامة بخبر محزن فانطلقت مع رفيقاتها إلى سمر أشعلت الحمامة النار في الموقد فدبت دفء في جسم سمر طلبت الحمامة الصوفة من الخروف وحاك النساج ثوبا وخاطت الخياطة فستانا أقامت الحمامة حفلا غردت فيه البلابل والحساسين وزقزقة العصافير وأسس الناس جمعية رعاية اليتيم وفي نهاية الحفلة شكرتهم سمر إذن هنا ملخص شامل بأحداث النص نتعرف إلى بعض الكلمات والشرح المناسب لها مذعورة ما معناها؟ غاضبة خائفة أم مصرعة مذعورة إذن هنا خائفة رأينا أن الحمامة هبت مذعورة يعني خائفة عتيق هل وقديم عامر أم ضيق عتيق رأينا أن سمر موجودة في بيت عتيق يعني بيت قديم حاكة معناها خاطة غزلة أم سبحة رأينا بأن النساج حاكة ثوبا حاكة غزلة أما الخياطة فقد خاطت توبا إذن حاكة غزلة هنا خريطة كلمة خير خريطة الكلمة نقصد بها الكلمة نوعها هل هي اسم فعل أم حرف مرادفها يعني كلمة لها نفس معنى الأولى ثم ضدها ويتم تركيبها في جملة الكلمة لدينا هنا خير الخير نوعها الكلمة اسم مرادف خير يمن بركات بر إحسان إذن نختار واحدة من هذه المرادفات فهي لها نفس معنى خير ضد خير شر خير نركبها داخل جملة تساقطت الأمطار فعم الخير أذكر هنا أن خريطة الكلمة فهي تعطى دائما للمستوى الثاني والمستوى الثالث وحتى الرابع إذن خريطة الكلمة يجب أن يتعرف عليها التلميذ ويعرف معنى أن الكلمة نضع لها نوع المرادف الضد ثم تركيب داخل جملة لآن نتعرف على سمر نصل بين أعضاء الطفلة سمر والوصف المناسب لها انطلاقا دائما من الحكاية جسم وجه عينان شعر دان كل عضو والوصف المناسب له انطلاقا دائما من الحكاية كما قلنا جسم نحيل رأينا بأن السمر كان جسمها نحيل وجه جميل شعر مسترسل وعينان سوداوان ثم في الأخير لدينا هنا شبكة مفردات لكلمة طيور شبكة مفردات ما معنى شبكة مفردات يعني أي كلمة داخل محيط الكلمة المطلوبة مثلا هنا لدينا طيور شبكة كلمة هذه المفردة حمامة نتمم بلبل حسون نسر هدهد سقر وهناك مجموعة كثيرة من أسماء الطيور مثل العصفور النعامة الدجاجة أيضا فهي طائر إلى آخره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر